سالي بشكل مفهوم العمل ودخول سوق العمل هجز كبير عند الشباب الخبرة دائماً عم تكون عامل ضروري حتى لو ما كان حاسم إضافة لتطوير بعض المهارات للتدريب كيفية تحويل نشاطنا الفردي لمشروع التجاري اليوم نحن نحكي عن هذه المواضيع اللي عم يعاني منا أغلب الشباب وخاصة الأكاديميين اللي متخرجين جديد راح نحكي مع الدكتورة سوزان اليمني مديرة التدريب معتمد للاتحاد المدربين العرب يسعد صباحك وكالعام وانتي بخير وانتي بقال بخير يسعد صباحك يا رب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتورة سوزان خلينا نحكي الأول شي شو يعني مفهوم التدريب كله بده يعرف شو هو مفهوم التدريب بشكل عام بعدين حنفوت بالتفاصيل يسعد صباحكم يا رب مفهوم التدريب خلينا نحكي من أساس التدريب ولي بيصير فيه لبس كتير هلا خصيصا بالفترة الأخيرة بين التدريب وبين التدريس التدريب هو التماشي مع مستويات الإدراك لدى المتدرب ووضع منهج يتناسب مع القدرة ويتناسب مع السبب اللي بدي واجهه أو بدي إسقه المهارته فيه فالتدريب هو عالم جدا واسع هو يحتاج شخص مؤهل قادر على التعامل مع نمازج المتدربين قادر على تحديد مستوى الإدراك وقادر على تنمية المهارات بأسرع وقت ممكن خلينا نحكي لك عن مفهوم الرياضة المجتمعية كيف ننهض بها الشباب بشكل فعلا فعال خلينا نقول لأنه دائما نرى قدرات شبابية وأكاديمية غير مفاعلة بالمجتمع هلأ خصيصا بانتشار موضوع التنمية البشرية هلأ والفيديوهات التحفيزية والكتير من الأشخاص اللي بالمجتمع أو الجهات اللي عم تحاول إنه تقود الشباب نحو التطور تشد بإيدهم نحو مستقبل أكبر مستقبل أحسن لسوريا لازم بعتقد نركز على خطوات تبدأ من مفهوم الرياضة الصحيح اللي بيتناسب مع مجتمعنا يعني نحنا بضوء تحفيز هذا المنطلق وشد الشباب نحو المشاريع والرياضة بعتقد لازم يترافق مع دراسة واقعية عن الواقع السوري وما يتناسب من مفهوم الرياضة مع واقعنا لحتى نوجه الشباب نحو خطوات حقيقية تكون مدروسة ويحصلوا على نتيجة حقيقية تجاه نعم سوزان يمكن نحنا عانينا حرب على مدار سنوات طويلة وأيضا هلا بسبب العقوبات الجائرة على سوريا هم نعاني أيضا من عقوبات اقتصادية يمكن شوي أمل الشباب هيك خف بأنه يشتغلوا لا نحنا رح نشتغل ونحنا واثقين أنه ما حيضل شي على حاله الأمور إن شاء الله يا رب رح تتحسن فخلينا نحكي نحنا عن أهمية التأهيل قبل التدريب بالتأهيل أنه يكون الشباب مؤهل لدخول سوق العمل مثل ما حكيتي أنه نحنا بنشرح له الواقع اللي نحنا فيه وأيضا شواء جرعة أمل تحفيز أنه نحنا دائما نحو الأفضل ما حدا بيرجع لوراك لنا بنمشي لقدام صحيح لنسبة كبيرة من الشباب حاليا بهذا الوقت بتتلاقي عندهم هاي بذرة الحافز عندهم الطموح الكبير لكن توجيه هذا الطموح بشكل صحيح هو الأساس تمام ستين منهم عم يحاول وأربعين منهم عم يستمر والعشرين عم ينجح حرم فأنت تواعي بالخطوات الصحيحة اللي لازم يمشيها وتواعي بما يحتاج فعليا يعني شبابنا طامح لكن غياب التوجيه هو جدا مدمر لحالة الطموح فهو عم يروح يتوجه لكل شي بكل الوقت ما يعرف وين يروح عم يديه وعم يحس ان هو ما عم يوصف وعم يفقد الأمان نعم يعني سوزان خلينا نحكي اليوم كثير من الشباب عم بيحاولوا يحاولوا نشاطهم الفردي أو خبرتهم الفردية لعمل تجاري منظم أو مربح نوعا ما خلينا نقول كمان خلينا نحكي على الأساليب اللي ممكن يحول فيها الشخص أو يستفيد من نشاطه الفردي خبرته بعمل تجاري منظم بعتقد يبدأ الأمر من احترام الشخص لعقله ولقدراته وإدراكه هو شو إمكانياته الحقيقية بعدين تنمية المهارات اللي بيلاقي انه هو بيستميل أو عنده شغف فيها يعني يبدأ الأمر من انه أنا لازم أعرف ويكون عندي إدراك كامل بانه أنا قادر بعدين بشوف وين مهارات اللي لازم طورها وشو بحتاج لكملة وبحط سقف للأهداف وبحط السبس كتير تكون واضحة لحتى أمشي عليها بعتقد وصول للهدف أو تحويل العمل أو التطور بشكل كبير وسريع يبدأ من هاي النقاط تحديدا من هاي النقاط نعم يمكن هذا الإيمان اللي أنت ذكرته إيمان الفرد بقدرته أنه ينجز عمل ما أو أنه يطور ذاته ويطور نفسه ولكن طبعا بتوجيه معين يعني يمكن نحن ندخل سوق العمل في أسس وفي أساسيات ابتداء من المقابلة الأولى اللي بيقوم فيها الشخص بيروح بقدم السيفي أحيانا بيكون السيفي مليء يعني عن جد بتحسي عنده الشخص خبرات مليئة عنده شاغل كتير ولكن بالمقابلة هو بيحددوله إذا أي أو لا خلينا نحكي أدي أيضا مهم التطبيق العملي أدي مهم يعرف الشخص كيف يدفع مع سوق العمل أكتر ما أنه يكتب شو عامل بحياته أو شو دارس خلينا نقول ما رح نقول شو عامل شو دارس يعني النظري غير العملي الآن أغلب الشركات حاليا وأغلب الجهات اللي هي عم بتقوم بعملية التوزيف أو عم تعطي فرص عمل فعليا هي بحاجة لكوادر لتنهض بمؤسستها فأصبح التركيز على المهارات الفعلية الواقعية أكتر من موضوع السيفي وخصوصا توجه الشباب لسوق التدريب بشكل فضيع وغير منظم هو صار عم يملأ سيفياتهم بأشياء وهمية بمهارات وهمية فنحن اليوم بحاجة لمهارات حقيقية وصدقين اللي عم بيروح يعمل مقابلة وهو عنده مهارات حقيقية دائما عم يحصل على فرصته عاجلاً ومعاجلاً صح نعم طب سوزان اليوم كتير من الشباب حتى ما بيعرفوا يسوقوا لنفسهم حتى من المقابلات العمل وكتير عم نشوفه مع أنه بيكون أكاديمي وعنده خبرات وعنده مهارات لكن ما بيعرف يسوق نفسه أو يقدم نفسه بطريقة صحيحة كمان خلينا نحكي عن هاي النقطة بالتحديد لأنه كمان كتير من الشباب عم يصير عندهم أحباط من هاي القصة هون في عندي حالتين حالة تسويق هو عنده مهارات تسويق ولكن محتوى فارغ أو هو عنده محتوى حقيقي ولكن ما بيعرف كيف يقدم حاله بشكل صحيح بعتقد الحالتين لازم يندرسوا لأنه ما فينا نعمم اليوم لما أنا بعلم الشاب كيف يسوق عن حاله لازم علمه كيف يسوق عن شي حقيقي موجود أو كيف خلينا نقول يقدم نفس الطريقة صحيحة فبعتقد تبدأ من دراسة الحالة تبدأ من التدريب الشاب عم يتوجه لصقل المهارات العملية بسوق التدريب وليس بالتعليم الأكاديمي أو بالمرحلة الجامعية أكتر فهو لما عم توجه بسوق التدريب المفروض هاي مسؤولية الشخص اللي واقف على استيجه عم يعطيه المفروض يفهم هاي الحالة ويدرسها بشكل صحيح ويعرف فيه شو ناقصه إن كان هو بحاجة إلى مهارات فلازم يتسلح بمهارات وإن كان بحاجة لتقديم عن النفس بشكل أصح فلازم يكسب هاي مهارات الخطابة أو مهارات التحدث بشكل صحيح نعم نعم يعني يمكن مفهومة الريادة المجتمعية هو أهم مفهومها لأنه ما نركز عليه لأنه الشباب يعول عليهم بالفترة القادمة هلا بيقول والله عم نحكي عن سوق العمل وما في عمل لأ هيكون في عمل لأنه ما بعد الحرف يعنى مرحلات أكيد في عمل لللي بده يشتغل على الفكرة اللي عم يدور على عمل اللي عم يدور على نفسه اللي بده يشوف ذاته خلينا نحكي نحن عن الريادة المجتمعية كيف يعني منقدر ننهض بهذا الشباب ليقدر هو يحقق الهدف اللي هو بده يشتغل عليه يعني طبعا لا شباب سوريا هني اليوم إذا كان البرسنتج لأربعين إلى خمسين بالمئة فهني مئة بالمئة من المستقبل فبعتقد التركيز على الشباب هو ضمان مستقبل أفضل للبلاد صحيح نحن اليوم لما منعلم الشاب يكون رائد بمجاله أو رائد بمجتمعه بعتقد لازم ندرس الشخصيات اللي عندهم يولى القيادة الرغبة في القيادة أو الرغبة أو الشخصية القائد هي لا تتجزى عن شخصية الرائد في العمل حلو فنحن المفروض انه نأهل هاي الطاقات ونعطيها فرصة ونعطيها ثقة بنفسها ونعطيها مهارات حقيقية بعتقد بهالطريقة نحن فينا نواجه لريادة حقيقية بس برجع وبقول لازم ما نطبق مبادئ الريادة المثالية أو العالمية على واقع مختلف عن هاي المبادئ مش عم ما نواجهه ما يواجهه الشباب صدمة ويتجرد من كل طموحه وأعماله طب انت الأخطاء الشائعة اللي عم تشوفيه أكتر شي موجودة عند الشباب خاصة متل ما قلنا بدنا نقي الشي الريادي يعني خلينا نحكي يا كمع شو عم تشوفيه أخطاء شائعة حابة صحيحية مثلا أخطاء شائعة وكتير من تشرح حاليا أنه أنت أي شاب بتقابليه بتقابليه نموزجين إما فاقد للأمل بشكل كامل محبط محبط أو عنده طموح بس لكن طموح خيالي يعني ما في النظرة الواقعية للأمور وما في تحديد الأهداف فعالية يعني نحنا كل الوقت بس عم نطمح أوكي شو طموحك طموحي أفتح خمسوعة شي شركة عالمية أعمل فيه كل المجالات هذا الشي ما نواقعي أنا اليوم لازم أبدأ بيستبق أوكي حط ثقف مو غلط إنه نحنا نحط أحلام وأهداف كبيرة لكن هاي الأحلام والأهداف كبيرة لازم أنا جزء منها جزئيات لأوصلها تاني شي لازم واكب اللي عم بصيره طور من مهاراتي بشكل مستمر والشباب عندهم أفكار مثالية إنه الناس اللي عم يجحوا هنه ناس محظوظين وهذا الشي ما أنا واقعي نهائيا الأشخاص اللي عم بتقوم بأعمال هلا أو اللي عم بتدير أعمال هي عم بتعاني من ضغوطات يومية بشكل فظيع فأحد الأسباب المهمة اللي بيلعب دور كبير بهذا الموضوع إنه نحنا ما عم ننقل الواقع العملي الفعلي بالأعمال الخاصة أو بأعمال يعني ما عم ننقل الواقع الفعلي اللي عم بيصير جوه نعم نعم نحن الأصورة مثالية دايما صحيح سوزان يمكن ذكرتيني بإصطة بين الشباب الطموح وفاقد الأمال بين الشاب يلي بيجي مثلا بيسألوا أول سؤال لزينا بيقلوله قدي الرعتب إيلي بتكون ياه؟ أو بيحطوا لهم الرعتب كمان خيالي يعني يمكن ما بيتناسب مع مو بس الشركة مع الواقع اللي نحنا فيه فدائما خلي شوي كمان الأمور شوي واقعية يعني بس الشاب بده يعمل بمقابلة عمل فيه قصص معينة مثلا وقت يسألوا على الراتب خلينا نحكي هيك عالنا وقت يسألوا عن الراتب قديش بتتوقع الراتبات؟ جوابه هو أحيانا يا بيقلوله ايه تعالنا نوصفك أو لا أو مثلا بيقلوله بيسألوا عدة أسئلة أحيانا بيقع بالفخ حيرون بيكون أول مرة هو عام يعمل انترفيو خلينا نقول فبيقع بالفخ شو بد شركشتون يعني لازم تكون هيك أجوبته كمدربة؟ هذا السؤال بعتقد حسب سياسة الشركة وحسب منهجية الشركة أحيانا يسأل من قبل مدير الموارد البشرية بهذا السؤال بيكون لسبب اكتشف هذا الشخص مادي أم مهني أو واقعي أم غير واقعي هذا السؤال له سبب فعليا لما نحنا نشوف الجواب وبوصل لي رسالة عن مكنون هذا الشخص وأحيانا في أجوبة كتير زكية من نسبة الأشخاص اللي رساتها هي مقابلتهم والأولى بعتقد كمان بيرجع لسياسة الشركة في شركات تعتمد على الخبرات الشابة الصغيرة وهي بتحب تسقلة وتنمية وتطورها في شركات طبعا حسب كمان مجال عمل الشركة يختلف في شركات لا هي بحاجة إلى طاقات لأنه بيكون مجالاتها حساسة غير قابلة للخطأ يعني مثل شركات البرمجيات أو الهندسة غير قابلة للخطأ فحسب أنواع الشركات نعم سوزانا شو النصائح اللي بتأدمية لكل الشاب اليوم مقبل على الحياة العملية أو عنده أحلام طموحات حابب يحقق شيء من شيء ريادي أو حتى يطور مهارات تدريبه ويسقلة شو بتنصحيوني اليوم؟ هلا بنصح بالصلابة هاي أهم نصيحة بعتقد نحنا كتير غايبين عنا وبالصلابة عنه قدما قدموا فشل كمان لأنه أنا اليوم لما بديفوت مجال العمل دايما أنه فكرتي المزروعة أو المرسخة عنا بشبابنا عن العمل أنه هو مكتب وأنا بعد ورا هذا المكتب وحيوصلني راتب خيالي بينما أنا فقط عم كوم بإدخال بيانات مثلا واقع العمل لا يتناسب مع هاي الأفكار بعتقد نحنا المفروض كتير نطمح وطموحنا يترافق مع مهارة فعالية طموحنا يترافق مع مجهود فعلي فهي النصيحة أنه نحنا اليوم ناخد الحياة على محمل جدية لأنه نحنا لازم نحق السبب اللي خلقنا من أجله ولي هو أنه نعمل نعم سوزان دا نشكرك كتير على المعلومات اللي قدمت لنا ياها وبدنا أيضا نقلك العام وأنت بخير شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله يكون كل الشباب استخدام كل المعلومات اللي عطيتنا ياها شكرا لك